تنفيذا لتوجيهات سموة للعهد رئيسي مجلس الوزراء أعلن جهاز الخدمة المدنية أن النظام شواغر الحكومية شواغر لموظفي الحكومة لاقى إقبالا كبيرا من الجهات الحكومية بالإعلان عن فرص الشواغر الوظيفية لديها من الموظفين الحكوميين من خلال التقديم وبلغ عدد الطلبات المستكملة عبر النظام 24674 طلبا لمائة وثمانية وستين شاغرا للتوظيف الداخلي لدى ثمانية عشر جهة حكومية وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية السيد أحمد الزايد بأن نظام شواغر قد عزز من فرص التطور الوظيفي للموظفين وأسهم في رفع الكفاءة والتميز والتطور المهني لدى موظفي الحكومة وقال الزايد أن نظام الشواغر الحكومية شواغر من شأنه أن يسهم في رفع الكفاءة والتميز في الأداء والخدمة الحكومية وتوسيع مدى فرص التطور المهني لدى موظفي الحكومة في ظل بيئة محفزة ومعززة للإنتاجية منوها بأن جهاز الخدمة المدنية مستمرا في تنفيذ توجهات للحكومة نحو تطوير جودة الخدمة الحكومية وتعزيز قدرات وفرص موظفي الحكومة وقد أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية بأن نظام شواغر يهدف للحفاظ على الكفاءة والخبرات والاستفادة منها في مجال الخدمة المدنية موطيفا أن هذا النظام يضمن سرعة توفير مرشحين مؤهلين من الموظفين للانتقال بين الجهات الحكومية ولسد الاحتياجات بينها كما يسهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساوى وتكافؤ الفرص